أهلا بكم مشاهدينا من جديد إذن سوف نتحول الآن مجددا إلى ساحة الوصل حيث توجد الزميلة ميس كاراد التي ستنقل لنا إطلالة صباحية من موقع الحدث طبعا كنا عم نتابع قبل قليل عبدالله تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني لبلجكا والآن ميس كاراد سنتعرف أعمق مع زميلتنا ميس كاراد كيف الأجواء عندك ميس سعد صباحك؟ صباح الخير دينا صباح الخير عبدالله صراحة الأجواء هنا رائعة الطقس جميل والأجواء ممتعة نشهد اليوم في ساحة الوصل الذي تعتبر القلب النابض لحدث إكسبو 2020 دبي الكثير من الفعاليات ما زلت هنا من ساحة الوصل أتابع احتفالات اليوم الوطني البلجيكي عدد كبير من الجالية البلجيكية للحقيقة متواجد هنا للاحتفال في هذا اليوم المميز وسأعرض عليكم زملائي بعض من جدول فعاليات إكسبو 2020 دبي لهذا اليوم سأبدأ من هذه الساحة ساحة الوصل التي شهدت يوم أمس حفل فني كبير للموسيقار المصري عمر خيرت والذي قدم مجموعة كبيرة جدا من أروع أعماله الفنية الجدير بالذكر أن عمر خيرت دينا وعبد الله إذا كنتم راغبين بالانضمام له مرة أخرى سيكون له حفل فني ساهر اليوم أيضا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء أيضا سيكون الكثير من الفعاليات الترفيهية والعائلية بمعنى نشهد عطلة نهاية الأسبوع وهذه الفعاليات تناسب مختلف الأعمار هناك عروض رياضية للدراجات الهوائية وهناك أيضا العديد من الفعاليات الترفيهية كعروض رقص التانجو التي ستكون في ساحة البحر في تمام الساعة الرابعة وهناك عرض آخر في تمام الساعة الخامسة وهو عرض لمحترفين أبطال العالم في التانجو على منصة الأرض في تمام الساعة السابعة مساء زوار إكسبو أيضا على موعد مع الاستمتاع بروعة الثقافة الماليزية الغنية والآسرة مع العرض الثقافي ماليزيا آسيا الحقيقية بما أننا أيضا نشهد أسبوع الابتكار في إكسبو يواصل إكسبو 2020 دبي احتفاؤه بالابتكار والمبتكرين عبر إعلانه استضافة 60 فعالية من فعاليات الإمارات تبتكر 2022 التي تشهدها الدولة طوال شهر فبراير الجاري لمحة سريعة عن بعض هذه الفعاليات سيكون هناك فعالية الذكاء الاصطناعي في جناح المملكة المتحدة استكشاف مستقبل النقل الجوي في جناح طيران الإمارات ابتكارات في مجال الرعاية الصحية والكثير الكثير من الفعاليات التي من شأنها الحديث عن مستقبل الابتكار في الإمارات دينا وعبد الله الفعاليات في إكسبو هذا اليوم صراحة أكثر من رائعة سيشهد هنا أيضا العروض حية لفرقة التانجو وسيشهد أيضا مسرح اليوبيل في تمام الساعة العاشرة مساء حفل فني ساهر للفنانة اللبنانية ميريام فارس ستكون في تمام الساعة العاشرة مساء إذن جدول غني جدا فعاليات كثيرة جدا أجواء رائعة الطقس الجميل أنصح الجميع صراحة بزيارة إكسبو في هذا اليوم ما فيني أخبركم أنا مبسوطة صراحة كثير هون بعتقد أن الأجواء عندكم كما بالاستوديو حلوة فإليكم الكلمة دينا وعبد الله شكرا لكم الأجواء رائعة وميس رائعة أيضا شكرا يا ميس يعطيك ألف عافية يعني واضح أنه الجو كمان حلو والهواء عاليل شاهدين ونبقى الآن في ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي حيث الاحتفال باليوم الوطني لبلجيكا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة